أعزائي وأحبائي شعب أرمينيا الغربية من أرمن وغير أرمن من يلي بيعيشوا اليوم إما داخل أراضي أرمينيا الغربية المحتلة أو بالدول المجاورة إخواننا وأحبائنا أنا اليوم قررت أعمل هاللقاء المتلفز المسجل لأني لقيت ضرورة أوضح بعض الأمور خليني أبدأ بداية أن المؤسسات الحكومية لأرمينيا الغربية مع تقادم الأعمال وأهميتها بتتعرض لهجمات ومؤامرات وأعمال عدائية بكافة أشكالها طبعا هالأمور هاي إخواننا بالدول العربية المجاورة لأرمينيا الغربية ما عندهم الفرصة لا يدروا فيها لأنه كمان من ضمن المخطط العام لتفتيت المنطقة ووضع تحت السيطرة الأجنبية وسلب السيادة الوطنية لكل الدول والشعوب اللي بتكون هالمنطقة من ضمن هالمخطط هات هو كان تغييب العنصر الأرمني من الساحة السياسية للمنطقة طبعا القادة الأرمن قادة الأحزاب التقليدية بشكل خاص لعبوا دور كبير بيعلمون أو بغير علمون بتغييب هالعنصر المهم لمستقبل المنطقة وصياغة هيكلة السياسية للمنطقة تم تقديم الأرمن لفترة طويلة أنه هن مهنيين شاطرين شعب أمين ما بيتدخلوا بشؤون الغير متقوقعين هيك تقدموا للمجتمع المحيط يلي احتوى المهاجرين الأرمن المهاجرين عنوة بفعل أحداث 1894 لـ 1923 والمجازر وما شابه نحن اليوم طبعا راح يكون في إلنا طلات مستقبلية كتيرة لأنه قررنا نتقدم ونعرف عن نفسنا لأهلنا وإخواننا بالتراب وبالدم بمنطقة الشرق الأوسط لنعلن أنه إخواننا في الأنصر الأرمني موجود وموجود بقوة وهو اليوم بيتابعكم بكل اهتمام وبمارس عمله بمارس حصته من واجباته تجاه المنطقة تجاه السلام وأمن واستقرار المنطقة بالطرق يلي نحن اليوم متوفرة قدامنا إنما مع الزمان راح تلاحظوا أنه راح نظهر أكثر للعلن ورح نثبت وجودنا كأنصر مساهم لإيجاد حلول جزرية جزرية بشدد على كلمة جزرية للمنطقة وليست حلول مرحلية ومؤقتة لأنه الحلول المرحلية والمؤقتة والغير مستندة على الحقائق وعالحقوق وعلى بالأخص حقوق الشعوب الأصيلة يلي هي الصاحبة الأساسية والحقيقية للأرض لأرض المنطقة وللقرار السيادي يلي لازم يشتغل على هالمنطقة حي على أراضي هالمنطقة نحن نعرف كثير عن تاريخ المنطقة نعرف شو جرى ضدنا وضد الشعوب الصديقة والمتآخية مع الأرمن منذ ألاف السنين نحن علاقتنا ما عمرها مئات السنين أو ألف أو ألفين نحن فينا نحكي بكل الرياحة عن عشرة ألاف واثنعشر ألف سنة نحن عايشين سوا متبادلين الثقافات سوا صغنا ثقافاتنا سوا بما معنى نحكي فيها بشكل مطول بحلقات خاصة بهالأمور هاي اليوم أنا بيجي فقط لأعلن نقطة كتير مهمة أنه ضمن هالهالهجمات والمؤامرات اللي عم تتعرض إلا حكومة أرمينيا الغربية في كتير محاولات لتقسيمها لتقسيم الحكومة لمحاولة السيطرة على مركز القرار بالحكومة المتآمرين كتار ويلي بيعرضوا نفسهم قدام الأجنبي لقاء حفنة من الدولارات لا يشتغلوا ضد مصلحة شعبهم العليا وضد مصلحة باقي الشعوب بالمنطقة مستهترين بكل القيم والقوانين مؤخرا تظهر مجموعة من المتآمرين بيعلنوا نفسهم كبرلمان أرمينيا الغربية نحن أعلننا بداية سنة 2018 أنه حكومة أرمينيا الغربية رح تنظم انتخابات برلمانية للدورة الثانية اللي تستمر خمس سنين رح تتم الانتخابات بنهاية نوفمبر 2018 والنتائج رح تطلع يوم 8-12-2018 استباقاً للانتخابات الحقيقية والقانونية لأرمينيا الغربية المستندة على دستور جمهورية أرمينيا الغربية استباقاً لهالانتخابات مجموعة من المتآمرين يلي بتحركهم نفس الجهات الأجنبية يلي بتحرك داعش وبتحرك أخوات داعش بالمنطقة بيعلنوا عن ما يسمى بلائحة برشحي الانتخابات أرمينيا الغربية لايحة مزيفة وللأسف بيشملوا بهاللائحة أسماء بعض الأرمن وغير الأرمن من أصدقاء ومن مواطني أرمينيا الغربية يلي إلهم قيمة معنوية وسياسية بالساحة بيشملوا أساميهم ليكسبوا شوية مصداقية بينما أصحاب هالأسماء ما عندهم علم إنو اسمهم وصورتهم تم شملها بلائحة هالمتآمرين اللائحة المزيفة ومن ضمنهم بدي أذكر الأخ أحقار رشيد عيسى يلي هو قائد قوات سوتورو في القامشلي الرجل رجل مناضل شريف نظيف متطلع على كل تفاصيل ما يجري بالمنطقة وطني متمسك بالأرض متمسك بالشرعية بسوريا هو وإخواننا الأرمن والأشوريين والسريان كلهم كانوا لازالوا منظمين قوات الحماية المحلية دحت إشراف الجيش العربي السوري بيجوا بيضموا اسمه لهاللائحة لائحة المتآمرين فعل غير مسؤول فعل أنا ما كتير ميال لا اعتبار هالفعل إنو فعل بريء مجرد لكسب بعض المصداقية لا فعل هادف بيستهدف ضرب كل مين بيآمن بقضية أرمينيا الغربية كل مين بيتحالف وبيحط ساعده بيساعد شباب أرمينيا الغربية في مخطط جامل للضرب للأزى ولتعريض للمخاطر فنحن منواجبنا كحكومة أرمينيا الغربية كان منواجبنا إنو نعمل هالتنوي هاد لأنو السيد أحقار رشيد عيسى شخص محترم شخص بيحظى على كل الاهتمام والاحترام والتقدير من قبل حكومة أرمينيا الغربية وأرمن أرمينيا الغربية فمنوجه له تحية منقله ولا يهمك سيد أحقار مثل ما أنت كتبت برسالتك وعلنت فيها عن امتعاضك نحن منشاركك الامتعاض ومنقلك منأكد كلامك الوارد برسالتك اللي بتقول فيها إنو الرابط اللي بيننا أقوى بكثير من أن يتم التلاعب به وهون منواجبي إني أقرأ رسالتك اللي وجهتها للأخ الرئيس رئيس أرمينيا الغربية أرميناك أبراميان أنت بتقول إلى الأخ أرميناك أبراميان بكل وضوح عفوا بكل وضوح وصراحة أنا لا أعلم ولا معرفة لي بهذه القائمة التي ورد اسمي فيها مع صورتي ولذلك أنا أمتعد من هذا التصرف الأحادي الجانب والخارج عن الاحترام للشخصيات الاعتبارية ومكانتهم العملية ولذلك أبعث هذه الرسالة والتوضيح مع جزيل احترامي لجميع القائمين على العمل لأن الرابط الذي بيننا أقوى بكثير من أن يتم التلاعب به أحيقار رشيد عيسى نشكرك سيد أحيقار ومنأكد كل كلمة وردت برسالتك مشوارنا سوا مشوارنا طويل رح نخوضه سوا ورح نوصل للانتصار سوا والابتسامة عوشنا وقلبنا مليء بالإيمان نحن أصحاب المنطقة رح نتعاوم مع كل أصحاب الحق بالمنطقة مع كل الشرعيات بالمنطقة وننتصر على الباطل ونرجع حقوقنا ونمارس حياتنا الطبيعية تحرية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر